بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الصف الثامن إن شاء الله اليوم نفتتح دروس هذا الفصل دروس التربية الإسلامية في تلاوة والتفسير وحفظ سورة الإسراء إن شاء الله يكون لنا ولكم الأجر والثواب في حفظها والتفسيرها اليوم سيتناول الآيات من 18-22 وهاي الآيات تتحدث عن موضوع أساسي السعي للدنيا والآخرة وكيف نوازن بين السعي للدنيا والسعي للآخرة نفتتحها في تلاوة الآيات في تلاوة نموذجية نستمعها معا عبد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم إذن في هذه الآيات نأخذ مع بعض الكلمات اللي هنا تفسرت يصلاها الموجودة جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي يصلاها أي يدخلها ويقاسي حرها في آية 18 أمن في آية 20 مدحورا هنا في نفس الآية عفوا مدحورا يعني إيش مطرودا مبعدا من رحمة الله تعالى كلا نمد أي نزيده نزيده من العطاء مرة بعد مرة نمده من العطاء ونزيده من العطاء وما كان عطاء ربك محذورا أي ممنوعا عن من يريده الله عز وجل ما في حدا ما بيوصله رحمة الله عز وجل ونعمه إذا الله عز وجل أراد أن يرزقه وآخر آية اللي هو مخذولة أي غير منصور ولا معامل الله عز وجل وهو قمة الخذلان مش الخذلان إنه أنت تروح عند جارك أو حدا تطلب منه إشي بيحكي لك أبعتذر منك هي قمة الخذلان إنه رب العالمين لا ينصرك ولا يكون معينا لك بدي أفرجيكم هذي هلأ إحنا هلأ على اليوتيوب بدي أفرجيكم هاي القناة ليحفظ القرآن بالتكرار بتحطي لي صفحة اللي أنا بدي إياها وبغل ليكرر فيها عشر مرات من بداية الصفحة إلى نهايتها وهذه من أحد الآليات للحفظ بصورة كتير سهلة وبتسهل علي الحفظ طبعا أهم إشي في الحفظ يا تامن إنه أنا أستمع للتلاوة النموذجية بعدين أحفظها حيكون هذا الفصل تسميعنا من خلال زوم فأتمنى منكم تضبطوا أول شيء سماعكم للآيات عشان تعرفوا تتلوها وتسمعوها بتسميع ممتاز إذن الآيات المعاني الموجودة لدينا بالكتاب غير الموجودة هناك زيادة العاجلة كل شيء يتعجله الإنسان من النعيم للحياة الدنيا مدحورة أي مطروضة من رحمة الله هي مكررة ومحظورة أي ممنوعة زي ما حكينا الآيات هنا عملها بتحكيلي عن معنى رئيسي وهو السعي للدنيا والآخرة تعالوا نفسر الآيات بصورة أدق تحدث السعي بين الدنيا والآخرة لكنها تتحدث عن إيش أقسام الدنيا وكيف هم بسعوا أقسام الناس عفوا وكيف يسعون في هذه الدنيا أولا في منهم من يسعون للدنيا دون نظر إلى الآخرة همهم المصاري همهم الجاه همهم الصحة همهم كل هاي الأمور بغض النظر جابوها في الحلال جابوها بالحرام المهم يجيبوها بينما الفريق الثاني من يسعون للآخرة لكن لا يندون ما يتركوا نصيبهم من هذه الدنيا وأساسا الأساس الذي يحدد سعي الإنسان في حياة الدنيا إيش هي أنه المفروض أنه يعمل موازنة بين الدنيا والآخرة ما ينسى الدنيا وبرض النفس الوقت يكون هو عارف أنه عماله عم يسعى إلى الآخرة فيعمل في الدنيا ولا ينسى الآخرة ويعمل الآخرة مش على حساب هذه الدنيا يعني اللي بيعمل للدنيا ولا ينسى الآخرة مثل اللي بيصلي وبصومه بزكي وبنفس الوقت هو مشتهد ودارس ووصل للجامعة وصار يشتغل والذي يعمل للآخرة ولا ليس على حساب الدنيا بتلاقيه زي ما حكينا أنه هو وأديه طاعات الله عز وجل لكنه بنفس الوقت هو ناجح في الدنيا وعكسها تماما اللي بيكون يسعى للدنيا بيكون عبد المال وبسرق وبضرب وبزني وبقتل في سبيل هذه الدنيا وناسي الآخرة وناسي الحساب وكمان في صورة ثالثة اللي هي اللي دائما همه الآخرة ومتزهد في الدنيا لدرجة أنه هو دائما مريض لأنه ما معه مصاري مرمي في الشارع وهذا رب العالمين ذمه أنه لا تنسى نصيبك من الدنيا قال الله عز وجل وهذا هو بيان منهاجنا الذي يجب أن يكون عليه الإنسان في السعي في حياة الدنيا وزي ما حكينا أنه الموازنة هي إيش هي الشيء الصح اللي إحنا لازم نعمله في هذه الدنيا هون عمال عم بيفسر لي من يسعون للدنيا دون النظر إلى الآخرة وحب بيحكي لي حتى لو كان الحصول على متاعي هذه الدنيا بمعصية الله أو تضيع أوامره أو سمع الأدان وما صلم أو شاف رمضان وما صام بسبب أنه يحقق ملاذاته في هذه الدنيا فهذا الصنف من الناس يعجل الله عز وجل لهم إيش ما كتب لهم من الأرزاق والمنافع عجلنا له فيها ما نشاء لما نريد بعدين في الآخرة والعياذ بالله كان جزاؤهم دخول جهنم خالدين فيها مهانين بعيدين عن رحمة الله عز وجل علل علل يكون جزاء الذين يسعون الدنيا دون نظر للآخرة جهنم مهانين مبعدين عن رحمة الله بسبب هاي هون السبب لعدم إيمانهم أو إخلاصهم النية في العمل لله تعالى بينما الفريق الثاني هم من يسعون للآخرة دون ترك الدنيا هؤلاء إيش حكينا فإيمان هون بيكون إخلاصهم لله عز وجل في كل شيء هو سبب سبب أنه هم من يكونوا سعيين إلى مرضات الله عز وجل في الدنيا وأيضا في الآخرة وهون الله عز وجل بيعطي جزاءه العادل لأنه أعطى ابن الدنيا أعطى وعمل في الدنيا ولكن لم ينسى الآخرة وما كان يريد كل جزاء في هذه الدنيا لكن إيش كان يريد جزاء في الدنيا على قدر حاجته ويريد جزاء الأكبر في الآخرة وهون كمان كانت نيته عدم الرياء والسمعة والشهرة إنما كانت نيته رضى الله عز وجل والفوز بالجنة حتى لما كان يدرس ويخلص جامعة ويشتغل ويتقن شغله ما كان همه إنه هو يصير ناجح أو يحكو عنه رجل الأعمالي كبير أو كان همه إنه أنا هذا نصيبي اللي اللي بدي أوصله هو لوجه الله لأن رب العالمين أمرنا بعمارة الأرض والسعي فيها لكن أنا كل نيتي آخرة وعبارة الله عز وجل وتحقيق العبودية طيب فأولئك كان سعيهم إيش مشكورة اللهم اجعلنا منهم من المعادن الرئيسية اللي بيانتها الآيات أنها بيانت حال الناس في سعيهم في حياة الدنيا وللآخرة وجاءت من عشرين لاثنين وعشرين تبين تفاوتهم في الدنيا والآخرة حكينا عنها فمنهم الغني منهم الفقير منهم الصحيح منهم السليم منهم المنجب اللي عنده أولاد منهم العقيم الذي اختبر في أولاده وما كان هذا التفاوت اختبار الناس في حياة الدنيا ليشوف رب العالمين صبرهم وتحملهم لهذه الاختبارات وكيف هيكون اختبارهم والله أخبرنا أن المؤمنين أشدوا بلاء من غيرهم وهنا يمتاز الإيمان يمتاز درجاتهم حسب الإخلاص وصبرهم على الاختبارات قدمت الآيات الكريمة بالنهي والتحذير من الشرك بالله وإلا كان الإنسان في الدنيا والآخرة مذموما مخذولا مذموم ومخذول يعني في الشحدة ينصر أو يقويه ويكون معه ظهيرا هنا هنا في عندي جدول يتامن صفحة من يم من كان همه الآخرة ومن كان همه الدنيا في الحديث يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له أتأمل الحديث وبدأ أقارن بين الدنيا أكبر همه والآخرة أكبر همه من كانت الدنيا أكبر همه زي ما هون عم بيحكي لنا إيش من كانت الدنيا أكبر همه هون إيش عم بيحكي لنا فرق الله عليه أمره بينما من كانت الآخرة همه جمع الله له شملة من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه بين من كانت الآخرة همه جعل غناه في قلبه وأخر شيء من كانت الدنيا همه لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له أما من كانت الآخرة همه أتت في الدنيا راغمة أنا بدي أستنتج من هاي الآيات واللي حكينا اليوم إنه أنا شو ما عملت أخلص نيتي لوجه الله تعالى يا رب وهنا بدنا نكتب حديث كتير حلو في تجديد النية اللهم أني أسألك الصدقة وإخلاص النية في القول والعمل لوجهك الكريم حتى إنه في القرآن الكريم في آيات بتحكي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ما قال في الآيات أن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه لو حكاها الإنسان في كل بداية أمره في بداية نهارة الله عز وجل احتسب له كل عمله في ميزان الحسنات النقطة الثانية الرضى في مقسم الله تعالى لنا فنشوف أنه في بعض الناس أغنياء جدا فاحش الثراء لكنه مش راضي عن الله عز وجل فيما رزقه بينما منشوف ناس مالهم بسيط وأمورهم بسيطة لكنهم راضيين في مقسم الله لهم بتلاقيهم هذه هي اللي بتفرق في الرضا عن الله عز وجل لأنه بالأخير أنت بتعمل اللي عليك لكن لن تكسب ولن تملك إلا ما كتبه الله لك فرضة تكون أغنياء نفس وآخر شيء أستثمر وقتي وأنظمه بما يرضي الله عز وجل لأنه كل حياتنا ساعات وثواني وما أكثر موت للغفلة وما أكثر موت للصغار في السن نشوف اللي أعمارهم بالعشرينات وأقل اللي أعمارهم بالثلاثينات وأكثر وكمان مع وجود كورونا الله يعافينا ويعفو عننا جميعا منشوف موت الفجأة ما منشوفه أقولها مرد فجأة ومات فجأة فنسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا الأسئلة مع بعضي الله نحلها يا تامن امسك قلمك بدي أشوف الأسئلة محلولة بيّن معنى المفردات يصلاها زي ما حكينا فوق شو يعني يصلاها هيتها في الآية يصلاها مذموما مدحورة يعني يلبث فيها مذموما مدحورة مدحورة يعني إيش قريبا نأخذ الكلمة زي ما هي مكتوبة مطروضة من رحمة الله مدحورة والكلمة الثالثة محظورة أي إيش ممنوعا طيب السؤال الثاني يقسم يقسم الناس في أعمالهم إلى فريقين مثل الآيات شو هم من الفريقين هيها موجودة عندي ومحطوطة على شكل جدول اللي هي من يسعون للدنيا دون نظر للآخرة وثانيا من يسعون للآخرة دون النظر إلى الدنيا السؤال الثالث أكمق الفراغ شرط قبول السعي في الآخرة قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة هو إيش الإيمار بن قسن إيش اللي هي النية الصالحة وضح المقصود بقول الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة دو أكبر درجات وأكبر تفضيلة هنا بتخذوا الشرح من فوق موجود وواضح السؤال الخامس كيف يكون الإنسان من أهل آخر عن تصرفه في ماله ووقته وعلمه وأخلاقه هنا هاي تحلوها لحالكم طبعا بدأتكم إضاءات سريعة يكون مالي إنه أنا بتصدق وبنمي مالي ويكون نيتي خالصة لبجهلة تعالى وبتاجر وبعمل الأرض لما يكون وقتي إنه أنا أفيد وغير وأستفيد وأستثمر فيما يغنيني وما يعلمني العلم ونشره والأخلاق ونشرها بين الناس ويكون حسن الخلق وهو أصلا من الدين هنا إنتوا بتكم تكتبوا كيف يكون الإنسان من أهل آخر عند هذه التصرفات هيك انتهى درس نية ثامن بتمنى من الله أن يكون سهل رح يكون عندنا تسميع رح أحدد لكم إياه ورح يكون فيه تسميع خلال الزوم بتمنى أشوفكم على الخير السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر